وانت اذنك كتاب تقول علي مجنون ها؟ كتاب تقول علي مجنون طبعا دي كانت مكتوبة مخصوص لحد معين؟ يعني هاكيد مكتوبة لمراطي هاكيد توقعني في الغلط ليه طبعا مراطي لا انا مراطي بص انا مريت بتجربتين في حياتي هم اللي نفعوني في حياتي في الشعر وفاة والدي لان انا قبل ما بابا بتوفى انا كنت بحب الفن بشكل عام بس مش عايفة انا هبقى ايه يعني متربف كواليس المسرحيات وبرسم وبعمل بمثل في المدرسة وبعمل وكان الله يرحمه بليك حمدي جايبني ارج كنت بلعب ارج وكان متخان انا موكة يبقى ملحن وكنش عارف انا هعمل ايه في الفن لما بابا توفى طلعت كل المشاعر دي في شعر لما حبيت مراطي طلعت كل المشاعر دي في غنى في اغاني يعني ايه الاغانية اللي انت كتبتها لها لا اغانية اللي كتبت كده اصلا انا موضوعي مع مراطي مش تقليدي وروحت اتقدمت لها وجوزتها ورفاء والبنين انا تعرفت عمراطي وهي صغيرة جدا كنت انا صغير وقعدت تقولي لازم تروح تطلبني من اهلي لان انا مش هعرفك من غير ما اهلي يعرفه فروحت اتقدمت لهم ونحنا صغيرين جدا فطبعا رفضوني نظرا لسني الصغير وظروفي فقعدت ست سنين بحب فيها وهي ما بقيتش معاه فقعدت بقى انا استغليت كل مطلبين مرسيل للموضوع اساسا يعني ما كانش موضوع شغل كنت ايبا اقول لها بكرا اسماعي عمر دياب دي عشانك على طول وكنت مثلا يعني مثلا اخذت مرة من الشام عباس اغنية تشيل ايدك من على خدك عشان قبل ما الشريط ينزل كمان عايز ابعتها لها يعني كان في موقف وما ينفعش استنى لما الشريط يشام ينزل كتبت لها حاجات كتبت لها يعني بص علاقة ايه تاني كتبت لها ايه تاني انا هقول لك يعني مثلا العلاقة دايما بتبقى up and down بيبقى في مشاكل فشوية بقى انا اقول لها بحبك قوي لشرين مثلا وشوية اداء منها انها بعدت عني وسمعت كلام اهلانا انا طبيعي يا بعيتني طبعا جدا لما اهلانها رفضوني فطبعا اروح بقى مخبط كان طيب كان حنين وعارف انت اروح شوية مثلا اجنن فقول عليها مجنون هتقول لي امشي مش امشي يعني والدها دكتور حمدي جي وصل قال لي ما اتكلمش بنتي ما لكش ضعب بنتي فوصل بي ان لأ بقى هاجي وهقف وهتقول لي امشي مش حمشي هجيب لي حد يقول لي امشي ما بامشيش يعني يا الاغنية دي بصة بقولها لك انا بتكلم مش بقى انت كان فقط بس تكتب اسم باباها في اللي بالضبط لما رجعتلي تاني بقى كتبت لها وحشتيني لعمر دياب ونقول ايه والليل ايه دي والحاجات دي طبعا دلوقتي لما باكتب اغاني هاجر وفوراق بقى بشكلة زوجية جامدة بتكتبها المين الحاجات دي اقول لها ايه بقى اقول لها حبيبتي ما وانا مش هقعد بقى اكتب كل الاغاني الله على الجواز والبيت الجميل ما انا لازم اعمل حاجات بقى اخر حاجة كتبتها لك كانت ايه اخر حاجة كتبتها لك لحانها وليد اعملنا ايه اخر حاجة بيقولك ان دي المراتو يعني هو بيقولك انا عملت الامراتي مسلا ما تبطليش لشام عباس في الفترة اللي فاتت اعملنا ايه تاني لازم اجاوب بسرعة يا ام ايعمل ستوب اعملنا ايه الفترة اللي فاتت مع بعض اعمل تيجي هنا اصل حاجة ان انسى عبر امزر اعمل تيجي هنا وانا حبيبك يعني هتلاقي في حاجات مسلا بازعلان منها مسلا فاكتبها حاجات ابقى عايزة صالحها يعني استعمل انا وهو اغنية كنت انا وامراتي زعلانين من بعض اغنية جديدة ما نزلتش اللي انسى ما تزعلش مني تب ممكن اسمحها بقى دي كده على طول كده بس دي تخبيط كده دي انا مش هفتكر ولا كلمة منها ما هو اللي فاكر الكلام هو يقولك ما الكلام انا اللي نزل مش فاكره اللي لسه ما نزلتش هفتكره عاملين انعاف الفترة اللي فاتت بس اخي دي حياة جميلة برضو فيها يعني فيها ابداع يعني كنت الشاعر كانوا بيقولوا زمان يعني يعني فيش عراق مش عاول اسماءهم كانوا بيحبوا شخصيات معروفة وكان يكتب قصيدة متح ويكتب قصيدة تانية او اغنية تانية فيها ذم لما تخونوا يكتب لها قصيدة انا بالنسبة لي كده يعني دون ذكر اسماء انا طبعا لا احنا عارفين برضو حاجات دي بس هو طول الوقت وتلاقي فيه شريط انا كتب لامراتي اغنية وفي نفس الوقت كتب لها اغنية وانا مداء منها وعمل اغنية مداش علاقة بيها يعني طول الوقت المهم انه كله لامراتك لا مش كله لامراتي لان فيه حاجات انا لازم اكتبها لا يعني فيش حاجات تانية يعني تتعرض لضغط نفسي في نازوة مثلا لا ما فيش كلام بقى ده بقى كلام الناس اللي بتستهبل اللي هو بقى يقولك انا عشان شاعر فلازم اعيش في قصة الحب والافلام دي ده كلام ناس عايزة تخون فبتبرر لنفسها انا بواضحين